انا عارف ان فيه قسم في وزارة التخلية يتعلق بالعنف ضد المرأة وهناك اشياء ايضا تتعلق بمسألة التحرص احنا عايزين خط زي خط النجدة كده زي خط النجدة اللي مش قادر يروح ويتكاتف ويمنع اي عنف تجاه المرأة يعمل ايه؟ يتصب خط النجدة وهذا يكون من اسرع الخطوط عارفين ليه؟ المرأة يا سيدي وهو ده اللي خلنا احنا هنا في المجتمع المصري خلينا عام من الاعوام في مصر هو عام المرأة المصرية احنا بنخاف على عرضنا بنخاف على النساءنا الناس اللي هم طول الوقت بمصدعيننا واجعين دماغنا على الخفة وعلى المرأة وكل اللي عايزه بس ان هو يحبسها انتوا عملتوا ايه؟ ايه اللي عملتوه من كتر الكلام اللي اتكلمتوه المرأة بديمش في الطريق محدش بيحميها انتوا لما تيجوا تسألوني ايه اللي وصلنا لده؟ مش بس افكار البلطاجة اللي جات في بعض في بعض الامال الفنية اللي عملت كده في الطريق لا في حالة من حالات التخلي حصلت من الطيرات بسبب افكار الطيرات المتطرفة ان هي تستحق ان هي تعمل كده زي الكلام اللي بيقولوا بالزبط في التحرش بيقولوا كمان لما تتعرض لخطر ما بتلايش حد ابدا لو امرأة تعرضت لخطر من الاشخاص اللي بيسموا نفسهم او بينسبوا نفسهم للتدين الشكلي والكم ده بيوقف عشان يمنع يمنع امرأة من الخطر احنا لازم نواجه ده بشكل صحيح واذا ما نواجهناش ده بشكل صحيح ان عندنا ازمة احنا لازم نعمل كده يبقى خلاص احنا محتاجين خط للنجدة فيما يتعلق بالعنف تجاه المرأة في الطريق وخط دوت يكون من اسرع الخطوط المرأة يا سادة مرأة مرأة كل ما اعتنيت بيها واحترمتها كل ما ده كان مرأة عن تحضر المجتمع وخاصة في تعالى اقول لكم حاجة خاصة في طرقاتها لكن ايه اللي حصل لما تسمع بقى كلام الطيرات المتطرفة ويبتكلموا ان المرأة اذا صارت تصير حتى تحتك بالجدار وتتقطع ملابسة لا الكلام ده انت مش فاهم حاجة خالص انت مش فاهم حديث الرسول اللي عليه وسلم حضرت النبي وضعننا اسس في التعامل مع المرأة ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم احنا لازم نكون واضحين مع ده تاني حاجة احنا نرجع تاني نرجع تاني حتى لو ان اللي بيمارس العنف ده نرجع تاني انه تكاتف اي حد يرى اي مرأة بتتعرض لأي نوع من انواع العنف في الطريق يوقف يا سيدة انا اعرف ناس ستات ما بتحبش تنزل الشارع بتخاف واحنا مش هنسيب حد يراهن على ان هو يخوفنا زيادة وياخد الكلام ده ويكبره 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 عشان يعمل كده دي زواهر زواهر اجتماعية واحنا عارفين ان هي بتيجي منين ولازم نتعامل معها لازم الشباب اللي هم في الحقيقة بيحبوا ان هم يصفوا بان هم رجالة وبيعملوا بعض بلد لا وسمحتوا بعد اذن حضراتكم قوموا في دوركم دوركم يعني ايه ما حدش يسيب اي حد يحاول يمارس عم في تجاه المرأة اول حاجة يتصل لكن لو خاف ان المسألة تتطور وتسيء واحد عايز يقولك دي خطبتي دي قريبتي زوجتي لا الكلام ده عايز تمارس عنف ما تمارسوش في مكان احنا يقع تحت بصر المجتمع مش معنى كده ان انت ممكن تمارسه في مكان ما يقعش تحت بصر المجتمع لا عنف تتضي المرأة احنا بنعمل بواسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا عنف في البيوت ولا عنف في الشوارع ومش هنعمل كده ومش هنسمح به الكلام ده عايز لازم يقف لما قلنا الراجل ما يضربش عرسته في الشارع لكن مش هنسمح ان امرأة تقتل في الشارع مش هيحصل وزيك لابد ان احنا نتقي الله سبحانه وتعالى في انفسنا لان الكلام ده انا اقول لكم هذا كلام يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضبه فلازم نتكاتف ولازم نتعاون اي حد عايز مارس عنفه ضد المرأة لما يقول لما يلاقي ناس كتيرة مش هيقدر يمارس العنف انا مبقولش ان انتوا يتمرس عنفه معاه لكن تمنعوه من انه يمارس العنف مفيش حد يحاول يعنف المرأة في الطريق ويعد بيها لازم نمنعوه يبقى اول حاجة لازم يبقى عندنا خط للنجدة فيما يتعلق بالعنف تجاه المرأة في الطريق وده اتعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستصاء بالخير في النساء الامر التاني احنا لازم نرجع التاني انه تكاتف ان محدش نرفض ده ومش من حقه السوق بقى كان زوجها سوق اي حد تاني ما يسمحلوش ان هو يعمل كده لان في الاوازوجها اه بس احنا كمان مسلمين احنا كمان مؤمنين احنا كمان بنتابع سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمش هنسمح بهذا الامر حاجة الاخيرة بقى ان احنا لازم بقى نتكلم عن منظومة قيم تتعلق بالشارع ولازم نربي دوت على اولادنا في المدارس لازم نقول الكلام ده لأولادنا في البيوت نخلي الاولاد والبنات رجالة رجالة يعني ايه ما بيسمحوش بان حد يوهن فيهم ولا حد يعرض للخطر لازم نربي جيل جديد بيرفض ان حد يوهن وخاصة لو كانت امرأة يا رب نهمنا الصواب وجعلنا دايما يا رب امان على بعضنا عشان احنا في الحقيقة محتاجين نرى نورك ومددك واحنا بنأمن الناس فنشعر بامانك ونشعر بضمانك ونشعر برحمتك يا ارحم الراحمين اكتبوا على قلوبكم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء وتعالوا نتكاتف عشان نرحم من في السماء ونعلي سيادة القانون بانهو يكون سبب من اسباب الرخاء والامان للناس كلها